موسيقى أهلا بكم معي في حلقة جديدة من برنامج صفر الثالي النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض وصفات لضغط مرضى الضغط الدم هيكون معينا ان شاء الله ضيوف النهاردة هيكون معينا هانا الحكيم وهي مصممة اكسسوارات هاند ميد بالأحجار الكريمة والنحاس وتعمل أشكال جميلة جدا 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 وفنانين كتير بيربسوا من عندها وهيكون معينا حبيبة القلب اللي يعني بصوا بستنيها من كل مرة أنها تيجي سندس خبيرة التجميل وهي طبعا بتجي لنا مخصوص مسكندرية وحتعمل وصفات طبيعية للبشرة والجسم وإحنا دايما زي ما قلت بنستنيها على طول وصفاتها الرائعة لأنها حد سكة 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 بشكل غير عادي طيب احنا هنعمل النهاردة طاجن بروكلي بالبطاطس في الفرن وحقول لكم على المقادير طبعا البشاميل ده حيكون معينا برضو تاني النهاردة ولكن ده اختياري ممكن تحطوه أو ما تحطوهوش عندنا كبايتين بروكلي مسلوق نص سلقة بطاطستين مقطعين مكعبات مسلوقين نص سلقة ومعلقتين كبار روزميري طازة مفروم بصلة كبيرة متقطعها حلقات رفيع ومعلقتين كبار زيت وبهارات مشكلة ومالح وفلفل اسود البهارات طبعا بأيديكم مش لازم تحطوها أقصد لأن البهارات دي احنا أخطين أعشاب فالأعشاب تغني خلاص مش محتاجين لكن في بعض الناس يحبوا يزودوا برضو شوية فدي براحتكم لكن أنا شخصيا أنصح بلاش بهارات طيب عندنا بعد كده للباشامل احنا تعودنا معلقة ديت واحدة عندنا خمس معالق كبار دي اشوفين لتر ونص من لبن خالي دسم معلقة كبيرة إرفة بودرة أو بكان الإرفة مش معلقة كبيرة رشة إرفة بودرة أو مكان الإرفة البودرة نحط إيه؟ هنحط جبنة ركفور حتة بس طعم تدي طعم حتة صغيرة تدي طعم تمام؟ يبقى معلقة إيريني لو تعدلي بس معلقة كبيرة إرفة دي عشان دي كتير قوي يعني هي تبقى رشة بس من الإرفة يا رشة إرفة يا جبنة ركفور يا رشة إرفة يا جبنة ركفور مش الاتنين مع بعض تمام؟ مهمة جدا ومعينا للوجه جبنة متزرلة أو ممكن ندخل جبنة متزرلة جوها برضو زي ما تحب خلاص طيب هي الفكرة إن الوصفة دي أكتر نباتية لإن إحنا مش معنا فيها اللحمة فزي ما قلت مش كل مرة يبقى في لحمة وإحنا للمرضى ضغط الدم مهم كمان نقلل اللحمة طيب إحنا أول حاجة هنحطها هنا الزيت والبصل تشويحة حلوة كده وبعدين هننزل البي طيب للبشاميل بقى أنا هعمل مرة دي بقى فيه اختلافة لأن لو إحنا هنحط للبشاميل الجبنة الريكفور مش محتاجين إن إحنا نشوح الأول الدقيق زي ما بنعمل دايماً أي روء أو أي بشاميل هنحط اللبن على طول بالشكل ده وأحط في اللبن على طول دقيق الشفان بودرة البصل مش هحتاج معلقة الزيت دي خلاص تمام هنقلب نحط ملح وفلفل وفي الآخر يتحط قطعة الجبنة الريكفور تسيح جواه بس كده للي مش عايز جبنة الريكفور نقدر نحط جبنة مبشورة أي جبنة حتى لو متزرالة تمام بس متزرالة أقل طعم فيه بس بنقلب ده لغاية ما يبتدي إن هو يتقل معانا كاكوام يبقى إحنا عملنا طريقتين البشاميل مرة بنحمر فيها دي الشفان في معلقة الزيت معلقة واحدة وصاد معلقة واحدة وبعدين الباقي بنحطه على البارد أو بنحط كله على البارد ونتعامه بقى بالجبنة أو برشة القرفة رشة واحدة مع بودرة البصل لازم دايماً في الحادق القرفة بتبقى جميلة جداً مع بودرة البصل مش لوحدها بنفضل بقى نقلب لغاية ما يتقل القوام معينا نجي هنا بس نعلي بقى شوية ندي هنا تشويحة طيب البطاطس والبروكلي من من الأنواع الخضار اللي رائعة 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 فوق الوصفة للجسم لأن هي غنية جداً 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 بالمعادن ممكن تقولي هنا بقى أيوة هنا بقى البروكلي والبطاطس من الحاجات الغنية جداً جداً بالفوايد البروكلي مليان كمية معادن مش طبعية والبطاطس مليانة من كل حاجات ممكن تتخيلوها فالحاجتين دول مع بعض بيدوا صحة وطاقة كده للجسم حلوة جداً زيت البطاطس بتدي طاقة حلوة الجسم مع كل الفوايد اللي فيها لكن البروكلي كمان بيدي بقى معادن زيادة إضافية بتبقى رائعة جداً للجسم وضدات أكسادة حلوة جداً خلاص مع شوية الأعشاب بتبقى وصفة بسيطة وسهلة مش لازم دايماً نروح للوصفات المعقدة اللي فيها لحوم كتير يعني ممكن يبقى فيه كده ايه يوم خفيف كده معنا البروكلي بيبقى حلو قوي مع جميعاً البشامال الخفيف ده اللي بتجيبنا الريكفور رائع رائع فوق الوصف معنا تليفون ألو ألو أهلاً 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 يا شوف سالي أهلاً بيك يا حبيبتي إزايك عاملة إيه؟ الحمد لله الحمد لله فضلت أنا كنت متابعك من زمان من أيام حلو حادق والله ليه الشرف ليه الشرف يا حبيبتي؟ عندك سؤال؟ طيب ينفع لا مش سمعة تاني الخط قطع طيب معلش حول الكلمينة تاني تمام هنزل بقى كل حاجة كده مع بعض ونديها تشويحة الحلوة طبعاً البروكلي مهم بس ومستوي شوي زيادة هنا لازم يبقى أخضر شوي عن كده بياخد سلقة سريعة جداً وبعدين يتسقع في مية عشان ما يكملش سوا بعد كده بقى بنعمل الوصفة بحط الزعتر معنا الملح والفلف الخفيف قوي قوي عشان مرضى الضغط ما ينفعش معهم ملح كتير حاجة كده لا تذكر تمام الفشمال طبعاً ما يتنسيش وما يتسابش لازم تقليب مستمر طيب بدي ده تشويحة طبعاً البصلة يريد بس تاخد تشويحتها في الأول صح عشان تدي لون ده بيحلو ده بيفرق جداً في الطعام لأن كده البصلة بتبقى نيفة بيبقى طعامها مش حير بس أنا عشان وقت الحلقة فبصرع شوية ريتم عندي لكن انتو لازم تدي وقت تدي وقت للبصلة تاخد لون وبعد كده لما ننزل بطاطس مثلوه أو البروكولي تقليبة بس ما منطولش بقى بعد كده بننزل في البايركس بالشكل ده وننزل عليه بالبشامل ده طبعاً هيخد لسه وقت شوية لغاية ما يمسك معينا حننزل بالبشامل الجاهز معينا طبعاً لما يمسك يبقى القوام ده هو ده أصبت قوام معينا طبعاً شوفان بيغمق شوية معينا ولو هتعاملوه بالبصل والقرفة بيبقى ايه أغمق شوية لكن لو بيجيبنا الريكفور بيبقى يعني بياخد لون تاني شوية ممكن يتعامل برضو بشوية جيبنا شيدر شوية صغيرين بدا الريكفور يبقى ميدي شوية على يعني صوص كده اللي هو الشيدر صوص بيبقى لازيز برضو بس مش كتير منكترش أجبان دي عشان فيها الدسم اللي هو الدسم الدهون الغير مشبعة فمش منكتر منها بس كده وننزل برضو جيبنا على الويش شوية صغيرين خالص او بوا الصوص زي ما قولنا زي ما تحبوا هي طبقة بسيطة مش كبيرة بس تدينا طعم وندخل الفور هيطلع الشكلة معينا شكل جميل جدا تيتقدم مع السلطة وبالهنة والشفة دي تعتبر وصفة صحية وخفيفة قوي وفيها عناصر كتير مختلفة مش اللحوم بس لقى فيها الخضار يا رب تعجبكم هنروح لفاصل وهنرجع نعمل مع بعض مشروبين حروبين قوي برضو لمرضى الضغط موسيقى 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 اهلا بكم معنا من الفاصل ودلوقتي بحنكمل مع بعض هنعمل مشروب صحي لمرضى الضغط مشروبين الحقيقة اول واحد هو عبارة عن معنا كوباية ونص حليب خليد دسم بارد وعلبة زبادي خليد دسم عصير ورتقانة وموزة كبيرة متقطعة ومعلقة الاثنين عسل ابيض ومعلقة كبيرة جنين القمح كلها فويد مليانة بوتاسيوم ماجنيزيوم كالسيوم حاجات كلها مفيدة جدا نحط بقى كده اللبن الزبادي سامعك يا حمدي تشوف مش حطة القيربيس بس سامعك عصير برطقان حنحط ترموزة ربنا يسعدكم دائماً ياروح حط ترموزة جنين القمح والعسل أنا في حاجة صحة هايزة قولها مهمة جداً 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 مهمة جداً اللي شايف الحلقة معينا اللي كانت من أسبوع كان معينا دكتورة وهي كانت بتكلم عن تفسير الأحلام هو الفقرات المفهود مختصة بس في تفسير الأحلام بناء على طلبات ورغبات المشاهدين والمتصلين لأن في أحلام كتيرة ببعضين يفهموا معاناها فإحنا جايبين طبعاً حد متخصص في تفسير الأحلام الموضوع تطرق إلى مواضيع أخرى تانية وهي عبارة عن نحمي بيتنا إزاي من دخول الحاجات والعين والمش عارف إيه ونمسح إيه ونحط شمعة إيه معلش أنا رأيي شخصي أنا طبعاً أنا كنت في الحلقة سكتة وهدية خالص طبعاً ما خلص الحلقة كده ومش قلت مش هتتكرر تاني أنا مش مع ده خالص خالص معلش أنا رأيي شخصي وبتمنى يا رب الدكتورة ما تضيقش مني أنا يمكن حبيت أفهم إنها هي عايزة تقول إيه بس لأ في الآخر اللي بيحمي بيتنا هو الكرآن هو إن إحنا نشغل صورة البقرة إن إحنا نقرأ كرآن إن إحنا نقرأ على طول الأذكار الصباحية والمسائية مش إن إحنا نشغل شمعة نحطها في الحمام ولا إن إحنا ندهن عتبة الباب مش عارفة بإيه يعني كلها كلام بس الأساس هو عندنا القرآن فأنا مش مع الحاجات اللي هي اللي بتتقال دي بصراحة أنا مع القرآن فيمكن كانت غريبة إن أنا في حلقة أقدم حاجة زي كده بس أنا مكنتش متوقعة بصراحة يعني أنا مكنتش متوقعة إن الكلام ده هيحصل فكملت الحلقة أو خلاص بس أنا قلت ده مش حصلتين فأنا مش بحب المواضيع دي مش بحبها لإن أنا زي ما قلت الحاجات اللي بتبقى اتجاهات كده مش مؤكدة لأ أنا عندي المؤكدة هو القرآن فقط فيعني ياريت تقبلوا أنا مكنتش عارفة طبعا بس أقبلوا اعتذاري برضو على الحلقة دي لإن أنا زي ما قلت مكنتش عارفة إن ده هيتقال وفي الحلقة كملت الموضوع عشان إيه نقفل الحلقة كده بشكل حلو ولكن أولا مش هيتقرر تاني ثانيا أنا ضد الكلام اللي تقال فبس هشتبوا عارفين رأيي أنا الشخصي بس كده فأنا هحاول كمان الحلقة دي إنها تتقفل على يوتيوب مش عايزين نتفرج على الحاجات دي خالص نحط بقى العسل يعني بعد كده هيبقى الالتزام بأساس نص الحلقة وهو عن تفسير الأحلام وده برضو بناء على رغبات مشاهدين كتير يعني انتوا شو تخيلين كم من المكالمات اللي بتيجي الناس عايزة تسأل في موضوع الأحلام ده انتوا شو تخيلين مكالمات قد إيه فإحنا محترمين دوت وكل حد من حقه إن هو يفسر حلمه وخصوصا إن هي دكتورة درسة في الشريعة وفي كل حاجة فهي عندها علم معين بتقدر إنها توصره تمام وإلا عايز يصدق يصدق إلا ما يصدقش ويصدقش لكن مواضيع تانية تخص حاجات بقى إليها دعوة زي ما إحنا نفاهمين كده في الحلقة اللي حصل لا أنا مش معاها خالص بصراحة والدايقتي بعدها جداً دايقتي جداً طيب نضرب دي دا كده أول مشروع والحق يتقال يعني معلش تاني عايز أأكد برضو أي معلومة أي معلومة اتقالت في الحلقة دي أنا غير مسؤولة عنها يعني اللي عيروح يسمع الكلام ويحط لي شامعة في الحمام أنا مش مسؤولة عنها اللي هيمسح لي إيه على العتبة ويعمل إيه على يسمع الكلام أنا مش مسؤولة عنه لأن دا مش كلامي أنا دا كلام ضيفة فممكن أي حد يجي يقول هنا برضو أي حاجة الواحد يعني أنا مش علمي دا أنا معرفوش فبنسمع دايماً ونتكلم منشوف لكن لو أنتوا عايزين تعرفوا رأيي أنا لا أنا ضد أي حاجة كده أنا ضد ده أنا مع القرآن الكريم فقط هو ده الصح ده اللي نمشي عليه فيش أي حاجة تانية نمشي عليه وأنا مش بكذبها خالص ولا بقول إن كلامها خلط ولكن برأيي أنا الشخصي إن أنا مش مع الحاجة ده بس لكن هي كلام على راسي من فوق لو هي كلامها صح الله أعلم بس أنا ما ضللش الناس ده أهم حاجة عندي أنا أهم حاجة عندي معلومة من عندي تطلع هنا صح وتفيد مش تضلل أبداً طيب دي كده تعتبر أول مشروب معنا وهو مشروب صحي لمرضى الضغط نعمل بقى مشروب التاني اللي هو بالبنجر والفراولة معنا حبة بنجر مسلوق كوباية فراولة مفرزنة ومعلقتين كبار عصر أبيض طبعاً فراولة لو في الموسم هنستخدم اللي في الموسم معينا كمان معلقتين كبار عصر أبيض وشوية مية وهنضربهم مع بعض برضو تاني هارجع وأقول الوصفات دي عامة كل واحد لازم يرجع لطبيبه الخاص كل حد لي حالته الخاصة ما ينفعش إن إحنا نمشي على وصفات عامة بنتفرج فيها في التلفزيون يعني إحنا معلوماتنا دايما بتكون في التلفزيون عامة مش متخصصة لكل شخص فلازم نتأكد من طبيبنا نسأله هل ده مناسب دينا ولا مش مناسب دينا وهو كلامه اللي فوق راسنا الدكتور المتخصص هو ده اللي كلامه فوق راسنا بنفعش إن إحنا نتعدى أبدا ولا حلقة من حلقاتي ينفع نتعدى أي دكتور نحط بقى مية عشان نخففها شوية ونضرب ممكن نقطتين بقى كده معناها بس مش كتيرش أخضر مع اللحمة بيدرب لون غريب عنيف البداء اللي جامل جادت أنا عليا كده يا بقى المشروب التاني جاهز وبتمنى برضو تكونوا تفرجتوا على الحلقات اللي فاتت لأننا تكلمنا فيها باستفادة أكتر عن مرضى الضغط وكنا جايبين في أول الأسبوع دكتور متخصص تكلم برضو عن كل المشاكل لم الموضوع كله بصراحة في القاعدة فاتفرجوا برضو على الحلقة كله بينزل على يوتيوب كل حاجة تنزل بعد الحلقة على يوتيوب تمام جدا جدا باتمنى بقى الوصفات تكون عجبتكم سواء الحادق منها أو المشروبات احنا عملنا طبعا بأول الحلقة الحادق نحط كله مع بعض بقى كده بتمنى الوصفات كلها تكون عجبتكم وتجربوها وطبعا كلها مناسبة كمان لكل الناس مش بس المرضى الضغط أنا بعمل دايما الحاجات الصحية بشكل عام بتمنى تعجبكم هنروح بقى الفاصل ونرجع حيكون معينا اكسسوار هاند ميد جميل جدا 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 وهيكون معينا فاكرة كمان مع سندوس الأول هانا الحكيم وعدين سندوس ان شاء الله بعد الفاصل اشتركوا في القناة اهلا بيكو معنا من الفاصل واحنا الوقت معنا هانا الحكيم وهي مصممة جميلة قوي الأكسسوار اهلا بيك اهلا بيك يا سالي حميبت بنوراني ناس كتيرو بتربس من عندك ومبهورة بحكتك وسواء بقى أكسسوار ناكلس او عقد او حلقان تبعا رهيبة ستي ما جبتش الحلقان النهاردة ما جبتاش دي جميلة لا انا جبت كله عاد الكليكشن الجديد بقى للصيف يلا بينا عايزين تفرق بالألواني الجديدة بقى انت اصلا لابسة طرحة على انها يجاني صيفي ايه مبهجة جدا طب يلا بينا نتفرق بقى على الشهر الرؤيع اللي انت عاملين هو انا النهاردة جايبالك كله أحجار المرة فاتكنت جايب حاجات برضو صيفي كان فيها وضع وحاجات كده وماش وخيط بس انا بحب الأحجار عموما لان الأحجار يعني مدتها أطول مبتقدمش ملهاش موضة بتتخلص وترجع تاني بس انا النهاردة جايبالك شوية كده حاجات صيفي الألوان الصيفي ده مثلا ده كورتز مع العقيد مع دلايا فروز طبعا هو اللي تبس برضو على حاجة أبيض فوشية بينك نهي الألوان وهدية كده مع بعض اه اه تاني عندنا الأحجار العقيق بقى هي الخام اه ده حجر طبيعي ده اللي هو هنا ده اه اللي هو البربل ده ده اسمه الحجر ده اسمه أماتيست ده عقيق شجلي عقيق شجلي عقيق شجلي وده قطعة اه فعلا هو نفس درجة اللون نعم ديه لازم نقدام يا جماعة ارجع الورا طيب اه 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 تحكوا علي درجة اللون بصوا جميلها ازاي خليكم زي ما انتو كما تغيروش الكاميرا بصوا جميلها هلو قوي درجة لونها درجة الاميديست فعلا اللي هو المور دي حجرة طبيعية مفيهاش حاجة خالص غير ان احنا بنبس بنقطعها بنحط لها قدلية اه بس يبقى واحدة جنبها خطيرة بصوا خطيرة بطريقة مش عادية هجبها هنا برضو كده جنبه بصوا الجميل ده اه دي بقى دلية نحاس نحاس اه مع اللون الازرق مع الخرس ده خرس طبيعي برضو لون اللي هو تركواز تركواز اه وده النحاس هنا وصوا الشكل الجميل ازي اه ايه ده تنفع صيفي برضو وانها تحفة والدلية متعامة بالنحاس وحجر فروز تحفة 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 حجر فروز اه طبعا لأ بجدة اسلاميلي هي الاحجار حلوة لان هي بتدي طاقة كمان احجار كلها الطبعية فعلا بتدي طاقات كده تريح كده جميلة يعني انا في بداية صفحتي كنت بدي معلومات كتيرة لللي مابودين على الصفحة ومع كل عقد بكتب نوع الحجر بتاعه كل حاجة في الدنيا فيها طاقة كل حاجة في الدنيا فيها طاقة بس الاحجار بتتميز بطاقات اظن كل حاجة علشان بتبقى اغلبها في باطن الارض او اللي تحت المية كمان فطبيعي بتبقى مخزنها طاقة ده اكيد دي بعد كده بقى دي لولي ده لولي ده لولي مايوركا لونه اوفايت كده طبعا طالع الكوين الجنيهات الدهب والحاجة دي طالع عمودة من السنة اللي فاتت او فبرضو حبيت عمله يبقى اللوك جديد طب بيناركوا يا جماعة ولا اخدوا في ايدي احسن اخدوا في ايدي احسن نعم بصوا دي الجنيهات باللولي المايوركا بصي ده اطلب مني كل الالوان يعني كل الالوان اللولي اطلبت بنفس الديزاين لانه طالع موضة الكوين طالع موضة وبيليق على اي حاجة دي حقيقة اه انت عامللي حاجة لولي كمان تجل عسل قوي انا كمان بشتغل غير الاحجار شغل نحاس بصوا شكل اللي هي عامله لي ده سالي اسمين ده كل ايه سالي ده نحاس وبيبقى مطلي دهب احور هالكو بقى في الكاميرا اللي فوق شايفين اقلي بيها اه الناحية التانية عشان تسيل صوت حمدي واصلي لغاية هنا او انا بشتغل شغل النحاس طبعا بس هو شغل النحاس مش معايا دلوقتي كتير غير سيلي هلوى قوي علشان ناو بيبقى كاستمايز اكتر ايوه ده بيتعمل مخصوص اه احنا معنا صور نتفرج عالصور ايوه بقى حرف السين حاجات اللي محبوبة قوي لفترة اللي فاتت بصراح معايا اكوى مارين بقى وكريستال جميلة سلاسل تقوى مطلية دهب طبعا جميلة جميلة في اه دي بقى كانتها كده يعني فكرة دي سبحة اسورة دي سبحة بالقسم اللي انت عايزاه برضو نحاس والسبحة نفسها بتتقفل وتفتح بقفل تتلبس اسورة هلو قوي يعني واحد ممكن يفكها يسبح بيها يسبح بيها تحفدي وعقيق طبيعي فبدل ما تحط في شنطة بقى وما نلاقيهاش وحاجات كده ايوه دي حقيقة فعلا جميلة دي الحمد لله ودي المدليات حلوة قوي تبقى محظورة محظورة ومحظوط فيها اللون اللون ده بيتغير حسب رغبة العميلة يعني بتاعتي دي بقى سبحة مدليا يعني تقدري تعملي زي ايه كل بروش مجموعة مجموعة مع بعض ممكن بروش مع المدليا يبقى بنفس الاسم لو عايزة تدي لحد هدية بس ده برضو كل ده المطلي ذهب من حيث دايما عندي بيبقى مطلي طبقات كويسة من الذهب علشان ما يغيرش لونه بعد كده تمام بس بزي وزي الذهب بالضبط تمام قوي تستم ايدك طيب نخش هنا مع الصدف في حاجات انا شايفها الصدف ده صدف طبيعي مع العقيق برضو دي قطعة احنا بنعملها النحاس وبندخل فيها الصدف تمام اللي هو ايوه ده الصدف وده اللي هو دي قطعة عقيق طبيعية وعليها احجار دروزي الحجر دروزي بيدي قيمة اكبر للحجرة لانه يبقى كسر الاضماز والحاجات دي ده برضو نفس الحكاية نفس اللي في الدلاية اللي فوق ده نحاس وعليه احجار فروز ومرجان الاحمر ده مرجان ده ايه بقى ده اللولي وصدف ده صدف اوكي انتي عارفة برضو الخاتم لنا بسادة الحجر جالي الوحده والله جالي الوحده وروح تقيل ده نحاس والحجر بصي الحجر ده ايه ده كريستل كريستل او اكو مارين اكيد حاجة طبيعية لو الجرين ده ممكن يبقى اليقود ممكن شك انا بيتقالي وبنز لا بس لازم تفتكلي لان الحاجة دي بتبقى قيمة بصراحة وبتبقى عارفة ان كل حاجة بتديليها طاقة طبعا اوه ده حاجة اكيدة ده فروز ودي ده اللي مطلقة ناكد حلوة اوه الناكل برضو مبيغيرش درجة الدول يعني انتي عادي ممكن واحد يطلب عندك على انستجرام يقول مسلا عايزة شكل ده بس تكتبيلي عليه الاسم ده او كده اه بيبقى حوالي اسبوع و 10 طيام لانه طبعا شغل ورشة و الطلع بياخد وقت وبتوصل لغاية البيت اوه طبعا لغاية البيت فيه كمان معي طالع موضة دلوقتي واللي بيساعدنا كلنا دي بتاعة الموبايل اه اه وديني كده يعني دي تتعلق كده بنعلقها على كتفنا ازاي كروس كده ونحط فيها ونشبك فيها الموبايل ودي كمان طبعا فيه اشكال كتير على الصفحة او ده لأ لو لا كمان لو احنا رايحين مناسبة يعني مش شرط اننا دي كاجول تتعلق شياكة كده تتعلق كده شياكة والموبايل فيها دايما لما يكون عندك مناسبة بتبقي بيتسقفي وبتاع ما بتبقيش عارفة تمسكي فرح او في حاجة او في اي مناسبة تبقيش عارفة تمسكي الموبايل في ايدي في عندك الكريستال برضو منها جميلة قوي تحفة تسلم ايدك هانا انتي نورتيني انتي اسبك على انستجرام هانا الحكيم هانا الحكيم اكساشرز ايوة طبعا هانا لبيست حاجات كتير من عندك هتلاقوا عندها على انستجرام اصلا فيه في الهاي لايت كده تكباني بالقسم كده تلاول العقاق اللي بستحق والله يا سالي وبعدين انتي اللي بتنوري الحاجة على فكرة يعني انتي اللي بتحالي الحاجة والشغل دايما بيبقى زي رفلكشن للشخصية يعني انتي بتحط شخصيتك بيبقى في الحاجة نورتيني نهاردة انا اللي ممسوطة جدا انا قابلتك برد تاني والله انا بس يعني الايام اللي جاي يا رب الوباء ده يعدي على خير والناس تبقى بخير ان شاء الله بإذن الله وما نبطلش شغل يعني ما نوقفش شغل حتى لو حصل ايه في البيت نشتغل اي سيدة عندها مشروع او حاجة عايزة تعمله برضو تبدأ وتعمله ما تكسلش انتي بتريت من امتى انا بقى لي 4 سنين 4 سنين ويسي يا عبي بتنورتيني بالتوفيق يا رب ان شاء الله ارساعتيني على المرسوطة بيكي جدا شكرا مرسونا عندما بقى الفاصل ونرجع نكمل مع سوندوس ان شاء الله خبيرة التجميل هتقدم لنا وصفات طبيعية هتعملها لنا هنا في الحلقة الوصفات التي تقدروا تعملوها في البيت بقى وتطبقوها على نفسك على بشرتكو على شعركو بعد الفاصل ان شاء الله اشتركوا في القناة اهلا بكم معنا من الفاصل ونرحب معنا سوندوس حبيبتي حبيبتي بتجميل حبيبتي نوراني ده نورك يا حبيبتي بتيجي انت ميسكندرية مخصوص مش حاجي العز منك يا سيل حبيبتي حبيبتي طبعا دايما مبتكرة دايما عندك الحاجات الجديدة كلها ان شاء الله في النهاردة في حاجات جديدة مختلفة تعجبكم بإذن الله والإفكت بتحها حلو جدا بس قبل ما نبدأ فيهم عايزة أقول حاجة بسيطة كده إن احنا قبل ما نعمل أي ماسكات لازم الأول نأهل البشرة إن هي للمسك بمعنى إيه بمعنى إن احنا لازم قبل ما نعمل المسك عشان البشرة تستفيد به أول حاجة لازم نشيل الجلد الميت كله نتأكد إن البشرة ما فيهاش أي ميكاب خالص نحط المسك على حاجة على بشرة صحية نظيفة عشان البشرة تستفيد بالمسك تمام؟ دي معلومة صغيرة قبل ما نبدأ أي حاجة لإن لو إحنا ما نتضفناش طبعا هيبقى فيه شوائب فيه مكان ميكاب فيه حاجات كتير بقية فبالتالي إيه؟ بتمنع بتصوص الحاجة الصح بتمتص معها الحاجات المضربة إحنا بس عايزين المسكات تبقى عميقة مش مجرد مسك سطحي إحنا بنحطه على البشرة البشرة مش بتستفيد به بس هو ده التركال قبل أي مسك لازم نتأكد كويس إن بشرتنا نضيفة نعمل سكراب للبشرة نشيل كل خلايا الجلد الميتة منها وبعد كده نبدأ نحط المسك على بشرة نضيفة تماما البشرة تستجاب للمسك أسرع وهيبقى الإفكت بتاعه أحسن تمام طيب إحنا قبل بنعمل إحنا الوصفات هنعملها بالستاجمنت اللي جاي مش دلوقتي هاش تجهزوا معاكو الورق والقلم تكتبوا بقى اه بالضبط أنا بس عايز أعرف منك الفترة اللي فاتت ايه الحاجات اللي نجحت معاكي قوي يعني شايفكي مثلا منزلة كريم الدهب ومش عارفة كريم في حركات كده كتب اه الدهب كان بقيله فترة ما كنتش يعني الزيوت بتاعته كنت بجيبها مبارا مصر فطبعا عشان كورونا والكلام ده مكنش عارفة أجيبهم اه الحمد لله أخد صدق كبير من الناس كتير كلهم كانوا معجبين لي فكل العملة كانت مستنين كله شوية الناس تأجل لأرداراتها عايزين الدهب عايزين الدهب بس بس الحمد لله أخد صدق كبير جدا ورجع تاني الحمد لله بكوة وممكن أحسن من الأول كمان الحمد لله داي تمام حلو قوي طيب اه انتي عايزة تضيفي حاجة بالنسبة للموضوع ده ولا تحبي برضو نبتدي بالوصفات دلوقتي اه طيب لا نبدأ مع بعض مفيش مشكلة طيب خلو بس خلينا نبدأ بالوصفات دلوقتي وليلنا بقى هاي عايزة شرح كتير طيب احنا اول ماسك معينا اه للناس اولا المعرضة للشمس كتير اللي بشرتها دايما بحدانة ما فيهاش يعني مش مواردة زي ما بيقوله ما فيهاش نظارة المسك ده ممتاز جدا جدا عن تجربة هو غريب شوية تركاته كتير بس مناسب كمان لكل أنواع البشرة أول حاجة فيه هو المكون الأساسي البنجر أول ما نتكلم عن البنجر نعرف إن ده أكتر حاجة انتي اوكسيدنت في الدنيا انتي اوكسيدنت يعني بتشيل تجعيد بتشيل الحالات السوداء الخطوط اللي تحت الجلد اللي بيبقى عندهم حبوب وسايبة أثر البنجر مفيد جدا جدا ليهم بغير كمان اللونه إنه هو بيخلي البشرة وردي كده عاملة زي البيبيهات فشكلها حلوة حبيبتي يا ثالي حسدك في أي كلمة هتقولي يعني مثلا بجد لازي تاخده الأساس من الشخص شكله يعني مثلا حد دكتور تغذية أو خبير تغذية لو هو تخينه بكارش هتصدقه صعب يعني ما لازم يبقى الحد فعلا أو أي دكتور مثلا حد كوتش رياضة لو هو تخينه مرهرت هتصدقه أكيد لا فلازم الحد بيبقى فعلا بشيع نفس المعلومات اللي هو بيقولها من نفسه فهي ما شاء الله واشتاها بصوا بابي فيس فعلا ما شاء الله نعومة نعومة مراشحا عشان كده كل كلمة هتقولي على الوش هتصدقك فيه يا حبيبتي هتحريمش منك احنا هنبدأ الماسك هنجيب الأول هو تركاته كتير بس هو ممتاز أول حاجة هنجيب البنجراية هنسلقها في شوية مية صغيرين تمام لحد ما تتهريه خالص بعد كده هناخدها أنا مرضيتش يعني أشيله قلت المشاهدين لازم ينشوفوه بعد كده هنضربها في الكابة كويس كده مع شوية مية تورت تمام؟ تمام وبعد كده هتبقى بوري هنصفي من البوري ده كل الخلاصة بتاعة البنجر هيتلعلي دي تمام؟ تمام هناخد من دي أربع معالي تمام بس خاي خايقه تمام أربع معالي مية البنجر أو خلاصة البنجر اللي احنا عملناه تمام ده بقى السحر كله ده دقيقة عدس تمام بقى بيتبيع على فكرة السوق دلوقتي دي العدس ده بيتبيع بصراحة انا مكنتش بكنتش لقيه فجبت العدس عادي وبرده مرضيتش ارميه قلتو برضه عشان مشاهدين يشوفوه تحانتو وعالفكرة ده حلو جدا في السكراب العدس الأصفر العدس الأصفر العادي اللي احنا بنعمله شربة هناخد بقى هوا ده دقيقة مش تخسليه ولا اي حاجة؟ لا لا خالص زي ما هو طالما جايبه من حد موصوق منه نضيف تمام بعد كده بنتحنه بيطلع لنا كده تمام هنحطه بقى في السفوية دقيقة قوي وننخله هيطلع لنا دقيق تمام من أصفر هنحط منه معلقتين لحد ما نشوفه القوام العدس ايه فايدته يا سيدي؟ أول حاجة فيه نسبة بروتين عالية جدا تمام؟ بيقلل تصبغات بتاعت البشرة احنا الاول مش عايزين الماسك ده ولا هو ليكود قوي ولا اناشف يعني القوام ده خلوة قوي اللي هو نحطه على بشرتنا ما يقعش تمام؟ هنسيبه لمدة عشرين دقيقة وبعد كده هنشتفه بجد الماسك ده أنا مساميها ماسك التوارق بالنسبة لي يعني مثلا رايحة عندي مناسبة طارقة اي حاجة لازم اعمله بس المنظر ده مش طارق خالص انا بخزينه في الفريزر من كتير فبات اللايا ده بقى دربه ليبقى مستبيه نص سوا لان هو ممتاز جدا يا سيدي والله العظيم تقريبا من اول استغدام الناس بقى اللي بحتانة اللي عايزة تورد بشرتها بس ده يخلوا بالهم برضو قوي علشان بيبقع لو وقع في اي حاجة او على اي حاجة بيبقع بزبط البقع اه اه اول حاجة بنفرده على البشرة بنسيبه المدة من خمستاشر لعشرين دقيقة وبعد كده قبل ما نشطف انا بحب الحركة دي قوي ممكن نحط منديل هنا اي حاجة تقع تقع على المنديل تمام هنسيبه لحد ما ينشف تماما بعد الخمستاشر لعشرين دقيقة وبعد كده هنمسك انا بحب الحركة دي جدا ما بحبش اشطف على طول بابللي سوا باي مية وبعد كده بعمل حركات دائرية بحيس ان هي يعني الدموية تعمل في الوش شوية وبعد كده اجي شطفه تمام وبعد كده اروش بقى مية الورد تونر نقف للمسام تمام اه ده اول ماسك للبشرة لنظارجة البشرة والتفتيح اصلا البنجر بيفتح حلو جدا لان فيه وايتامين سي تمام فما اتنا اول واحد خلص معنا كده؟ اه لا تمام اول واحد خلص يبقى نطلع بقى فاصل ونرجع نكمل بقيت فيه ثلاثة لسه بعد الفاصل ان شاء الله اهلا بكم معنا من الفاصل وهنكمل ومعنا سندس حبيبتي خيارة التجميل احنا نكمل عملتي ماسك مكونات بيتي هنكمل بقى بقيت المسكات تمام احنا عندنا حاجة حلوة جدا للانتفاخات اللي تحت العين والهالات السودة والخطوط التعبيرية جميلة جدا واصلا هي المفروض بتتباع باسعار غالية جدا فليه لا ان احنا ما نعملهاش في البيت بحاجة بوسيطة جدا تدين احسن كمان من اللي احنا بنشتريها تمام ده جيلاتين بودر يساني احنا طبعا عارفين ان الجيلاتين هو كولوجين بس مجفف حلو جدا الجيلاتين عم هيخد منه معلقتين تمام معلقتين كبار هي اللي احنا هنعملها دي اسمها بتشيت بتتحط تحت العين زي لسقات كده بتتحط تحت العين متلجة بتدي بقى يعني بتبقى جميلة جدا والافكت بتاحها بيبقى تحفة احنا المفروض هندوب الجيلاتين في مية سخنة تمام انا برضو هقول على البدايل لو عايزين نعمل ايه غير الشي الأخضر تمام هنعتبر مثلا ان دي مية سخنة هناخد شوية تمام ونقلب لحد ما يبكون القوام غليص شوية مش عايزة سائل خالص تمام بعد كده هنضيف بقى اي أعشاب احنا عايزين لها انا هنا ضفت الشاي الأخضر تمام او ممكن نغلي شوية شاي أخضر صغيرين ونحط المية السخنة بتعطوها عليه بدل ما نحطه مية تمام المفروض ان احنا هنقلب لحد ما يبقى القوام يعني ليكويد اكتر من كده هو بس عشان المية مش سخنة او فالمية تشربت تمام احنا بعد ما القوام ده يبقى ليكويد شوية المفروض ان احنا هنفردو بس ساميك اهم حاجة يبقى ساميك تمام هنفردو على ورقة زبدة تمام وندخله الفريزر او باب التلاجة بعد كده هيتلالي زي الخليط اللي احنا عملنا ده او بالزبط هنبدأ ان احنا نجيب مثلا سكينة او حرف معلقة نعمل حوالين العين نعمل رسمة حوالين العين هي طبعا هي ساحة مني فالطريق انا اسفة بس هي هتبقى بالمنظر ده خدت كل الجلاتين شرب كل الشاي الأخضر والكمل بعد كده بتبقى ساقعة نحطها هنا حلو ده قوي دي هتبقى تحفة وتتبايع هتتباع بره بأسعار غالية جدا للا ان احنا ما نملهاش في البيت يعني جلاتين وشاي اخضر بس متدوبين بمية سخنة وبعدين يتحطوا في التلاجة وبعدين نقص منهم شكل تحت العين ونحطوا قد ايه بقى نسيبها بقى زي ما احنا عايزين هي احلى عاجة كمان فيها ثانية هي بتبقى ساقعة بتديكي رفرش حلوة قوي تحت المنطقة تحت العين جميلة بتشيل الخطوط وبتشيل النفخين اه وبتقلل شوية من الهالات لو الهالات طبعا مش هو الرسيل ان الهالات ليها قصة كبيرة اه احنا كنت هقول بداية البدل للشاي الاخضر كركم قهوة اللبن الحاجات دي كلها مفيدة كل مرة ينفع نغير فيها مش شرط ان احنا نتقايت بالشاي الاخضر بس تمام فديت من احلى الحاجات اللي جربتها لتحت العين ممتازة جدا والإفكت بتاعها طحفة تمام دي كانت وصفة الهالات تمام احنا بقى هنخش على الجسم بقى تمام هنعمل مقشر حلو جدا جدا للجسم وفي نفس الوقت بيدي بياد ومفعوله سحري احنا مثلا اي عروسة مثلا عايزة قبل الفرح تقدر تعملها او تفتح بقى وتبايد ده حلوة قوي تمام احنا معنا دقيق الروس اه الروس طبعا غني بالماغنسيوم وفي حديد وفي نسبة بروتين عالية جدا فهو مفيد جدا جدا غير كمان يفي نسبة نيشا عالية بالنيشا كمان بيفتح حلووي تمام احنا عندنا دقيق الروس هو بيبقى بتحيسي ان هو خشن شوية تمام بتحيسي ان هو خشن شوية فهو ده اللي احنا هنعتمد عليه في السكراب تمام هناخد معلقتين كبار من دقيق الروس تمام على شوية لبن طبعا احنا عارفين ان اللبن يغني بالكالسيوم بيفتح بيبقى في نسبة زينك فهو مفيد جدا جدا للتفتيح وغير كمان انه مرتب حلو جدا للجلد يعني لو واحدة عندها التهاب من الشمس وحطت قطن في اللبن وبعد كده خدته وحطته على بشرتها هيهدي جدا الاحمرار ده حلو قوي ده لنا الناس بتتحرق من الشمس ووقت تحط كريمات احسن عمر احسن الحوط ؟ فده حاجة طبيعية وموجودة في كل بيت ومتوفر وممتاز جدا هنحط لحد ما القوام يبقى ااه جوية اللي هو برضو نحطه على جسمنا ولا يقع فنفس الوقت ما يبقاش سميق تمام القوام ده هو هايل جدا ممتاز macho عبر تزغوطي القوام القول القوم ده حلوه قوي انه هو يثبت على الجسم هنفضل هنحطه على الجسم نعمل سكرابنج به شوية نشيل كل الحال سكرابنج ده لو احنا بنشيل الحاجات الميته وعايدين نفتح لكن مش سكرابنج لو احنا عدنا حرقة شمس لا 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 ده هيلهبها اكتر نحط بس لبن لو حرقة شمس الفكرة يا سيلي الحلقة اللي فاتت لما قلنا على الزبادي جالي تعليقات كتير كتان عليه الناس جوا الرابط قعدوا حاباني اسبوعين يحطوا زبادي بس على بشرتهم قد ايه اختلفت فعلا هو سحر في زنك وتحفى مفيد ومرطب اصلا هو لوشن كان زبادي كان مخلوط على ايه اي لا احنا هقلنا نعمل الزبادي بس لوحده على الوش اه على الوش كان طالع ما شاء الله تعليقات عليه جات كتير حلوة قوي طب احنا معنا تليفون طب احنا احنا خلاص شنا كل الجلد الميت من الجسم تمام الجسم بقى 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 ناعم قوي نغزيه بقى نرطبه ونغزيه عندنا ايه بردو عندنا تلات حاجات حلوين جدا جدا اول حاجة ده روز بس هو مسك مني في طريق مالش شوية اه المفوض ان احنا بنجيب اه اه روز مسلوق بس في لبن اه اه هنهريه لحد ما يبقى عامل زي المهلبية تمام بعد كده هناخده نضربه في الكبه هو مفوض يبقى نعمل كده بكتير تمام يبقى عامل يسالي زي الكريم تمام ده المسامية كريم الرز انا كمان بعمل منه مسكات للبشرة بتبقى تحفة تمام احنا بناخد منه يعني اه على قد بقى احنا ما عايزين انا اخدت معلقة دلوقت احنا ممكن نتقطر الكمية لو احنا عايزين المفوض ان هو يبقى مهلبية اكتر من كده خالص تمام هنحط عليه معلقتين لبن بودر اللبن البودر حلو جدا جدا في التفتيح ورائع بعد كده معلقة نشا النشا في ناس كتير هتقولي تمرز في نشا النشا بيمتص اي دهون في الجسم او سواء البشرة فبيسبب شوية جفاف فلازم ان احنا نحطه مع حاجة ترطب لبن اه لبن يعني احنا مفوض هنزود هنا لبن بعد النشا على طول تمام علشان هو النشا ممتاز وفيه فيتامين بس هو مشكلته بيفتح جدا حلو اوي بس مشكلته ان هو بيشرب كل الدهون من البشرة او سواء الجسم تمام كل الخليط ده هنخلطه باللبن تمام حد برضو ما يبقى عندي قوام متجانس نقدر ان احنا نحطه على جسمنا او على بشرتنا على ما تخلصي تقليل بس ناخد ليفون حلو اهلا اهلا ازاك يا سيف اهلا بيكي اتفضلي احنا بنحبك اوي اوي يا سيف يا حبيبتي انا اللي بحببك اوي تفضلي شكرا على صحات الجميلة اه حبيبتي سلامي لا اه ممكنك بالطلب من الاتبا تفضلي 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 اه 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 انا قلت برضو ان ده لازم يبقى جوسي اكتر من كده هو مسك مني اه 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 والنتيجة بتاعتها تحفة كل المسكات النهاردة يسالي هدفها ايه الناس اللي هي بتبقى عايزة حاجة اه للطوارئ حاجة سريعة حاجة اه اقدر احطها اه فعلا يباني الايفكت بتاعها على طول ونقورده ما ننساش قبل ما نحط المسكت المعلومة اللي انا قلتها من الاول لازم على بشرة نضيفة جدا اوعى كمان على لو سواء عملنا على الجسم لازم يبقى يبقى الجسم مفوش اي جلت ميت او الحاجة دي كلها لازم ناخد بنامينها بتفرق جدا ممكن اخر وصفة دي اتقعدها عشان نسكت جاتر من كلمة قطعتنا احنا قلنا معلقة من النشا ومعلقة من لبن البودرة معلقة واحدة من لبن البودرة على النشا معلقة واحدة كده او معلقتين خليهم معلقتين لو احنا عايزين نضعها في الكمية دي على حسب النيس وبعدين بتحطي عليه اللبن بالزبط دي كمان وصفة حلوة جدا للبشرة اللي احدا يبقى قوام كريمي صح؟ بالزبط كده وبعدين بتزودي عليه بقى اللي هو الرز باللبن المضروب المضروب في الكبة اللي هو اتهارة قوي سيبناها لحد ما شريب كل اللبن وبعد كده يبرد شوية نحطه على في الكبة ونضربه تمام ناخده كده بالزبط ونبتدي نخلطه وهو يبقى القوام اللي هو عامل كده مسلا ولا اتقل لا ممكن نتقل شوية شوية اه بس برضو كده ممتاز جدا اللبس مجمو معلقة ايه؟ تمام فضالي شكرا كده بحيس ايه؟ ده بعد السكروب صح؟ بعد السكروب السكروب اللي هو رز مطحول حتى هتلاقي يا سالي الرز مش مش طاري قوي فيه حبيبات اللي هي حبيبات اي حاجة فيه حبيبات يبقى ديك ممتازة للسكروب حلو قوي يبقى ده بعد السكروب ده بعد السكروب يتحط بعد السكروب اللي هو القوام كده؟ ده بالزبط اللي هو نحطه على الجلد يمسك ولا يقع ولا هو الكود قوي تمام ده يدهن على الجسم يقعد قد ايه بقى؟ ممكن نقعده اكتر فترة ممكنة يعني حد ما ينشف تماما تمام يعني ممكن لو نص ساعة مفيش مشكلة ايه الافكت بتاعه حلو جدا وممتاز طب كويس جدا تمام ايه وصفات ارمع وصفات يجننوا لو عايزة تعيدي تاني سريعا كده بحيس ان لما الحاش يكتب تمام ايه عايزة برضو ايه اصرح اكتر او ايه اول حاجة نبدأ بديها البتشات بتاعات العين علشان هي انطلبت مني كتير جدا وفعلا هي اسعارها غالية ايه وسهلة جدا ان احنا نعملها في البيت والنتيجة هايلة ايه احنا قلنا هنجيب جيلاتين ندوبه في شوية سواء بقى لبن سخن ايه شواء ايه ايه انا النهاردة كنت عاملها بالشاي الاخدر والنانية هنغلي شوية مياف نحط فيهم الباكت بعد كده ناخد كل الخلاصة على الجيلاتين الجيلاتين اصلا هو كولوجين طبيعي بس مجفف ايه جسم يعرف يمتصه من بره لما الواحد يحط كولوجين من بره الجسم يعرف يمتصه بمعنا يعني عندما تحط الكولوجين من بره اللي هو الجيلاتين الجسم بيمتصه بس انا قلت ايه انا لازم نحط على جيلاتين حاجة ان ليفاش مصلا نحط الجيلاتين لوحده لا انا افضل معي مثلا لبن معي نفس الاضافات اللي انا قلتلك عليها تمام هنحط مثلا معي الشاي الأخضر هيبقى ممتاز هنحط زبادي هنحط لبن هنحط قهوة فكل دوت مفيد جدا جدا للبشرة وبالذات لتحت العين فيه كمان موسك للجيلاتين يا سالي بالمناسبة قلوب المرة اللي هو بنحطه بعدين نشد اللي هو شبيه الواكس شوية طبعا أنا ضد الواكس للبشرة تماما أنه بيدمر البشرة بس الجيلاتين بيدي نفس الإفكت بس على بيبقى حلو حاجة طبيعية ممتازة إن احنا بندوب برضو جيلاتين في لبن وفيه ناس كمان ساعد بتحط عليه بيات بيضة تمام برضو بيبقى حلو جدا والإفكت بتاعها بس دي البشرة كلها تمام مش البشرة اللي احنا عملناها لتحت العين تمام طيب التانية بقى التانية ديت للجسم اللي هو المقشر خفيف للجسم عبارة عن دقيق الروس مع لبن رز مطحون عادي في البيت وبعدين نحط عليه لبن ده مقشر مقشر حلو جدا وبعدين هتحسي بنعمع نهيلة تمام بعد كده هنجيب الروس هنسلقه في شوية لبن وبعد كده نخليه زي الكريمة كده يتدرب وبعد كده هنحط عليه شوية لبن بودرة شوية نشا شوية لبن نسائل تمام ممكن لو الناس مش عايزة تحط عليه لبن نحط ما يتورد هتبقى ممتازة جدا 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 و هتقفلنا المسام و هيبقى ممتازة حلو واول واحدة خالص بقى قبل ما نروح للفاصل اللي هي البنجر هنجيب بنجراية نقطحها نخسلها كويس الأول نقطحها وبعدين نحطها على النار تتسلي بعد كده بناخد البنجراية دي بعد ما تهدى شوية بنضربها في الكبك كل الفويت بتاعتها بعد كده بنصفيها كويس جدا و نسيب المعجون ده على جنب و ناخد بس الخلاصة اللي هي الماية تمام؟ هنحط على الماية دي العدس العدس مفيد جدا جدا زي ما شرحنا العدس المطحون في البيت عدس أصفر عادي يتطاحن زي الدقيق و يتحط عليه بس أهم ما هي في العدس ان احنا هننخلوه عشان بيبقى فيه حبيبات نشفة حبيبات النشفة دي احنا على الفكرة ممكن ناخد منها معلقة على معلقة لبن يبقى ده سكراب حلو جدا يحي ما عندناش حاجة تترمي طب سؤال بقى البيكينج سودا ينفع الواحد يعني بسكراب؟ هو تحفة بس مش للبشرة الحساسة هتلتهب جدا والبشرة اللي هي بيبقى فيها حبوب في حاجات دلوقتي ترعب البيكينج سودا لانواخد صادا حل قوي انا مرة عملته زمان بس مش فاكرة خلطته بايه زمان عملته مرة بيكينج سودا اسهل حاجة ميت ورد بميت ورد؟ عشان تقفلك المسام بعديه لا هو سكراب نفسه يتعامل بايه؟ عن جيب معلقة بيكينج سودا اه علم بقى معلقة ميت ورد انخلطهم مع بعض اه اه او لو انتي مثلا عايزة تلطيف للبشرة اكتر او لقدر الله لو حصل مثلا التهاب لبن اوكي اه يهدي جدا البيكينج سودا للبشرة الدهنية ممتاز لسبب لان هو بيسحب كل الدهون من البشرة وكمان بيشيل الحبوب صح؟ اه الحبوب ما ينفعش معها سكراب ابدا بيكينج سودا حبيبات لأ اه مش ان هي سكراب لأ يتحط كده على الوش مش بيقلل الحبوب؟ اه اه ارم ازأل مش بقول لا 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 ده ممكن يلهابها اكتر تمام الحبوب ليها معاملة خاصة ممكن بعد ما الحبوب لو احنا متضايقين من الاثار بتاعة الحبوب نعمل كده لكن على الحباية نفسها لأ من صحش تمام بجد نورتيني خصوصا لو انتم ملاحظين وصفاتها كلها سهلة جدا كلها حاجات متناولة في البيت رز بلبن رز دي رز دي عكس اصفر بانجر لبن زبادي فكلها حاجات متاحة مفيش اي حاجة غريبة في الوصفة لان معظم الوصفات دايما من خبراء الدجميل مش عارفة ايه حاجات ايه ايه زيت ايه مش عارفة ايه حاجات معقدة كلها بتخلي الواحد مش عارف يعني دايما الحمد لله العمل عندي يقولولي اسهل حاجة اني انتي بتجيبي حاجات متوفرة الناس تقدر تعملها على طول في متناول الجميع يعني هي سهلة والنتيجة بتاعتها بتبقى حلوة جدا الحمد لله يا سندس نورتيني سندس ميرميد اسكندرية نورتيني حبيبة قلبي اه دايما كده تنفعي الناس بوصفاتك الحلوة انا بتحرمش منك قبل مشكورك قوي على وجودك النورتيني وانا وسيطة جدا ان انا معيك يا رب الحلقة تكون عجبتك واشوفكو على خير يا رب ان شاء الله هيبقى في معنا اسبوع جاي برضو بموضوع شايق ومهم جدا 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 هيبقى عن اه لمرضى او مشاكل القولون الناس عندها مشاكل قولون وبتشتكي كتير قوي ناكل اليوم ناكلش ايه تسألت فيها اياما فدي ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى كله عن القولون بازن الله شوفكو على خير يا رب بايبوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة